بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بكم أعزائي الطلاب إلى اللقاء السابع من مقرر هندسة المرور والتخطيط للنقلة هذا اللقاء سوف يكون تحت عنوان دراسة سعة الطريق ومستوى الخدمة عليه مخرجات التعلم لهذا اللقاء يتوقع منك عزيزية الدارس بعد هذا اللقاء أن تكون قادرا على أن واحد تشرح سعة الطريق والعوامل المؤثرة عليها اثنين تعدد أنواع سعة الطريق ثلاثة توضح معدل سريان المرور وكثافته وأربعة تبين مفهوم مستوى الخدمة على الطريق والعوامل المؤثرة عليها وأخيرا تشرح العلاقة بين مشغولية الطريق وسرعة انسياب المرور عليه عزيزية الطالب تدرقنا في اللقاء السابق إلى توضيح مفصل حول سرعة العربة بحيث تم تعريف السرعة بأنها عبارة عن المسافة التي تقطعها العربة خلال فترة زمنية معينة وتم التعرف على مجموعة من العوامل التي تؤثر على سرعة العربة سواء كانت إجابا أم سلبا مثل الحجم المروري نوعية الحجم المروري التصميم الهندسي للطريق من حيث عدد الحارات واتساع الحارة وغيرها من العوامل ثم تم تصنيف السرعة التي تسير بها العربة إلى ثمانية أنواع تم شرح جميع الأنواع بالمعادلات الحسابية وكيفية حسابها وهذه الثمانة الأنواع من السرعات ابتدأت بسرعة السير والسرعة اللحظية وانتهت بسرعة تصميمية وسرعة الرحلة وفي نهاية اللقاء تم التطرق إلى كيفية تحديد أماكن رسل سرعة هذه العربات عن طريق استخدام أماكن عامة وأخرى خاصة حيث تم توضيح بأن الأماكن الخاصة تفضل أكثر من الأماكن العامة حيث أن عملية مراقبة السائقين تكون بصورة مخفية بحيث لا ينتبه السائق إلى الأجزاء التي تقوم بعملية مراقبته فيقوم بعملية تغيير السرعة وعندها تكون الدراسة لا جدوى لها بالنسبة لسرعة العربة هذا بالإضافة إلى توضيح عاملين مهمين في تأثيرهما على سرعة العربة سواء كانت إيجابا أم سلبا هما عامل ديبغرافية الأرض وتضاريسها وعامل الحجم المروري الساعي التصميمي أما في هذا اللقاء فسوف يتم شرح ساعة الطريق ومستوى الخدمة عليه والتي من خلالها نصل إلى تصميم اقتصادي وآمن وسليم للطرقات وفيما يليه أعزائي الطلاب شرح بالصورة مختصرة المفردات ومحتوية اللقاء التي هي مقدمة حول ساعة الطريق مفهوم معدل سريان المرور أنواع الساعات في تصميم الطرق مفهوم مستوى الخدمة واسترجاع سريع المفردات اللقاء التي شرحت في هذا اللقاء أيضا توضيح المهام والتكاليف الخاصة باللقاء والتي يجب على الطالب القيام بالإجابة عليها أولا مفهوم ساعة الطريق بعد تحديد عدد ونوع العربات عن دريق عملية العد والتي تستخدم في عملية التصميم سواء كان بالنسبة لعملية التصميم الآن أو التصميم المستقبلي من خلال حجم المرور الحالي والذي يتم عمليا تحويله إلى حجم مرور مستقبلي بناء على نسبة النمو السكاني وتدور في المدينة على سبيل المثال وتحديد نوع الطريق والسرعة المطلوبة عليه فإننا نريد معرفة ما تستوعبه الحارة الواحدة من الطريق وهو ما يعرف بالسعة كابا سيتي لهذه الحارة أي أنه عدد العربات التي تمر في مسارات معينة هي تعكس ساعة هذا المسار وبالتالي يتم التعرف على عدد الحارات أو العرض الكلي للطريق من خلال الحجم المروري المحسوب والذي يجب أن يستوعب حجم السير الكل الذي يسير بسرعة التي يتفق عليها سواء في الوقت الحالي أو حتى في المستقبل تستطيع الحارة الواحدة للطريق استيعاب عدد من العربات ويمكن زيادة هذا العدد بالنسبة لهذه الحارة ولكن سوف يكون على حساب قيمة السرعة فيحصل السرعة انخفاض نتيجة لإكتراب المسار أو الحارة من التشبع أو التشبع التصميمي وبالتالي ينخفض مستوى الخدمة على الطريق نتيجة لنوصول الطريق إلى مرحلة التشبع أو مرحلة التتفق التصميمية التي تقدمها الطريق وكلما قللنا عدد العربات كلما تمكنت العربات من السير بسرعة عالية وبالتالي ينعكس إيجابا على مستوى الخدمة فتكون مستوى الخدمة للطريق عالية تعريف سعة الطريق المقصود بسعة الطريق هو مقدرة هذا الطريق أو المسار أو الحارة على استيعاب أحجام المرور التي يتعرض لها الطريق ولكن بشرط توفير الراحة والأمان والسلامة للسائقين ولجميع مستخدمي الطريق وسعة الطريق تتوقف إلى حد كبير على سرعة السير والرحلات والتداخلات التي تتعرض لها حركة المرور عند التقاطعات الموجودة على الطريق أو عند قضاعات معينة على مسار الطريق وذلك بحسب ظروف وحالة هذا الطريق وهذه الصورة عزيزي الطلات توضح لنا إنموذجاً لساعة الطريق بحيث أنه توجد لدينا عبارة عن مسار يوضح الحارة الواحدة هذا المسار يحتوي على مجموعة من العربات كما نلاحظ في الشكل ولكننا نلاحظ بأن العربات المتواجدة في الحارة الواحدة أو في المسار الواحد تعتبر قليلة المسافة ما بين العربات متباعدة جداً وبالتالي هذا ينعكس على ساعة الطريق بأن ساعة الطريق تعتبر هنا عالية ولكن مستوى الخدمة يعتبر أيضاً عالي استخدام ساعة الطريق يتم استخدام ساعة الطريق في تصميم ضرق جديدة مثلاً لتحديد عدد حارات واتساع الحارات أيضاً في تقييم ضريق موجود وذلك لمعرفة أسباب الازدحام والاختناقات المرورية التي تؤتي في بعض التغاطعات إلى الشلل التام لحركة المرور وبالتالي تستخدم الساعة في هذين الاتجاهين العوامل التي تؤثر على دراسة ساعة الطريق توجد هناك عدة عوامل أعزائي الطلاب تؤثر على ساعة الطريق سواء كانت تأثير سلباً أو إيجاباً معتمداً في ذلك على الحجم المروري وسهولة حركة العربات خلال مسارات الطرق ومن هذه العوامل ما هي عوامل ثابتة وعوامل متغيرة ولتعمل فائدة العلمية أعزائي الطلاب بالنسبة للعوامل المؤثرة على الساعة نقوم بعملية شرح هذين العاملين بصورة مفصلة أكثر لتعمل فائدة أولاً العوامل الثابتة ونعني بها التصميم الهندسي للطريق فالتصميم الهندسي للطريق الذي يحتوي على عدد حارات تعتبر ثابتة لا تتغير مع مرور الزمن إلا في حالة القيام باستقضاع الأراضي والتوسعة أيضاً عرض الطريق يكون من العناصر الثابتة فكلما زادت عرض الحارة وعرض الطريق وعدد الحارة تكون الساعة كبيرة وتقل بالعكس أيضاً تأثير المنحدرات والمنحانيات فكلما قلت مسافة الرؤية وأن عدمت تؤثر على ساعة الطريق بصورة سلبية حيث أنه من خلال الدراسات حتدت بأن المنحدرات التي تزيد عن ثلاثة في المئة فأنها تؤثر على السرعة وبالتالي تؤدي لتباطل العربات تكتس وتجمع العربات وبالتالي تؤدي إلى وصول إلى مستوى خدمة متدني واسعة طريق قليلة ثانياً العوامل المتغيرة العوامل المتغيرة هي عبارة عن السرعة فكلما كان السائق يسوق العربة بسرعة عالية كلما كان مستوى ساعة الطريق عالي وبالتالي مستوى الخدمة مرتفع وبالتالي هذه هي من العوامل التي يمكن السيدرة عليها أيضاً تأثير مكونات السير كوجود الشاحنات أو عملية وجود المرور المكافئة لعربة الباسنجر كار الذي يسهل في عملية الحركة خلال الطرق لذلك في بعض الطرق على سبيل المثال موجودة في أمانة العاصمة يمنع دخول الشاحنات إلى هذه الطرق وذلك منعاً للتأثير على ساعة الطرقات هذه ومستوى الخدمة يكون فيها في المستوى المطلوب ثالثاً عوامل أخرى قد تكون مثل عوامل الجوية فكلما كانت العوامل الجوية سيئة أثرت سلباً على ساعة الطريق أوقات الرحلات التي يتم عملت قضعها إذا كانت في أزمنة الذروة فأنها تؤثر أيضاً على ساعة الطريق مدى الحرية في المناورة وغيرها وذلك نتيجة لتعدد عدد الحارات واتساع الحارة الواحدة معدل سريان المرور يمكن تعريف معدل سريان المرور بأنه عبارة عن معدل مرور العربات عند نقطة معينة ومحددة مسبقاً وخلال فترة زمنية معينة ويكون التعبير عن معدل سريان المرور بعدد العربات التي تمر خلال مقضع في زمن معينة يقدر بالساعة ويمكن حساب المعدل من واقع بيانات تم تجميعها ميدانياً من خلال فترة زمنية قد تكون ساعة أو أقل من ساعة للقيام بعملية العد المروري بالنسبة لأحجام المرورة التي تمر خلال مقضع معينة من الطريق أو خلال التقاطعات وفي الغالب تكون هذه الفترة مقدرة بـ 15 دقيقة وفي حالة امتداد فترة الحصر لمدة ساعة فأنه يتم اختيار أعلى حجم مروري خلال فترة 15 دقيقة مضروباً في أربعة ليصبحوا عبارة عن المعدل التصميمي لسريان المرور والجدول التالي عزائي الطلاب يوضح حجم مرور للعربات التي مرت خلال مقضع من الطريق تم تحديده للدراسة وتحديد معدل التدفق والسريان التصميمي خلال فترة الحصر على النحو التالي نلاحظ الجدول بأنه يتكون من ثلاثة عمدة العمدة الأول هي عبارة عن فترة الحصر والتي تمت لمدة ساعة واحدة بدأت من الساعة السابعة والثلاثين دقيقة صباحاً إلى الساعة الثامنة والثلاثين دقيقة صباحاً بمعنى ساعة واحدة وتم تكسيم هذه الساعة إلى أربعة أجزاء بمعنى أن العد تم كل ربع ساعة أو كل خمسة عشر دقيقة من الساعة السابعة والثلاثين دقيقة إلى الساعة السابعة والخمسة والاربعين دقيقة هذا تعتبر فترة ثم من الساعة السابعة والخمسة والاربعين دقيقة إلى الساعة الثامنة تعتبر الفترة الثانية وهكذا حتى الوصول إلى الساعة الثامنة والثلاثين دقيقة وبالتالي تم تسجيل عدد العربات التي تمر في كل فترة من الفترات الأربع كما هو موضح في الجدول ومجموع هذا الحجم المروري يقدر بألف وثلاثمائة وثمانين معدل تتفق التصميم يتم حسابه إما بعملية الجمع أو بعملية ضرب كل فترة في أربعة لأن كل فترة يعبار عن ربع ساعة فلما يتم ضربها في أربعة تصبح ساعة واحدة فبالتالي مئتين للفترة الأولى مضربة في أربعة تصبح لدينا ثمانمائة عربة في الساعة أربعمائة وخمسين في أربعة ألف وثمانمائة عربة في الساعة وهكذا الآن نأخذ الرقم الأكبر من الأرقام المؤشرة عليها والتي هي عبارة عن الرقم ألف وثمانمائة الرقم ألف وثمانمائة يعبر عن معدل سريان المرور التصميمي لهذا المقطع من الطريق وتعتمد خصائص معدل السريان على ثلاثة عناصر رئيسية هي على النحو التالي السرعة وزمن الرحلة فكلما كانت السرعة عالية وزمن الرحلة قصير كلما كان معدل سريان مرتفع وبالتالي يكون مستوى الخدمة في الطريق عالي الحجم المروري والمسافات البينية كلما كان الحجم المروري قليل والمسافات المتباعدة والمسافات المحصلة بين العربات المتباعدة كلما أدى إلى حدوث سريان أعلى ولكن عندما يكون الحجم المروري كبير والمسافات المتقاربة يؤدي إلى معدل سريان منخوض خلال مقطع من الطريق أيضا كثافة التدفق عندما يتتجمع حجم مروري عند قضاع معين من الطريق أو تقاطعات موجودة على مسار الطريق ثم بعد ذلك تكون بعملية توزيعها فأنه كلما كانت عملية المرور يتم توزيعها بصورة سهلة ومنظمة تكون كثافة التدفق عالي وبالتالي معدل سريان عالي أيضا بالنسبة للعوامل التي تؤثر على معدل السريان يمكن سردها في الآتي عوامل متعلقة بالطرق ونعني بها التصميم الهندسي والتصميم الإنشائي للطريق أيضا عوامل متعلقة بالمرور وهي عبارة عن الإشارات الضوية وسائل التحكم بالحركة المرورية أيضا العلامات الإرشادية والتنبيهة وغيرها من العوامل المرورية عوامل متعلقة بالإنسان وهنا نقصد بالإنسان إما أن يكون هو المشاه أو الراكب أو السائق وبالتالي لا بد أن يكون هنا الوعي المروري متواجد لدى هذا المستخدم للطريق وبالتالي يقوم بعملية السير في الطريق بنموذج عالي من الاحترام الآخرين والمحافظة على التعليمات المرورية وبالتالي سوف يكون معدل سريان المرور عالي ولكن إذا تعامل الإنسان بعيدا عن القانون والتعليمات المرورية سوف يكون مؤثر سلبا على معدل السريان كثافة المرور ترافك دينستي هي معدل تواجد العربات على طول معين من الطريق ويقدر هذا الطول بواحد كيلو متر خلال فترة زمنية معينة وتكون الوحدة للتعبير عن الكثافة هي عربة لكل واحد كيلو متر وتكون قيمة الكثافة إما للطريق بشكل كامل أو للحارة الواحدة والمسار الواحد ويمكن تعريف الكثافة الحرجة للمرور بأنها عبارة عن الكثافة التي يصل حجم المرور إلى ساعة الطريق معناته أن لكل طريق ساعة معينة فالكثافة هي لكل واحد كيلو متر من الطريق محتدة لفترة زمنية معينة ولكن كلما زادت حجم المرور في هذه النقطة كلما أدى إلى اكتراب حجم المرور من ساعة الطريق وبالتالي ندخل دائرة الكريتيكال ترافيك دينسيتي هي التي تمثل الكثافة الحرجة للمرور فعند زيادتها سوف تؤدي إلى عملية اختناقات مرورية وسريان ذات معدل منخفض جدا وبالتالي حيث أن هناك ملاحظة مهمة جدا يجب الانتباع إليها بأن حجم المرور يقل عندما تكون الكثافة أكبر من الكثافة الحرجة وأقل من الكثافة الحرجة ويكون الحجم المرور في الحالة الحدية عندما يكون فيه حالة الكثافة الحرجة القريبة من ساعة الطريق وتحدث الكثافة الحرجة عندما تكون سرعة العربات متساوية ومتقاربة إلى حد ما ويدل ذلك بشكل واضح على أن ساعة الطريق بدأت إلى الوصول من الساعة التصميمية للطريق المسافة البينية بين العربات هي المسافة بين مقدمتين عربتين متتاليتين بالنسبة للحارة أو للمسار الواحد عند لحظة معينة من الزمن وتقاس بالمثل حيث أنها تساوي الاس مضرور يساوي ألف على الكي الكي الذي عبارة عن الكذافة وبالتالي فإنها تكون بالمتر وتوجد هناك علاقات أساسية بين معدل التدفق والسرعة وأيضا الكذافة وهذه العلاقات سوف نشرحها على النحو التالي وأيضا سوف نلاحظ أشكالها وعلاقتها مع بعضها البعض معدل تدفق المرور هو الكذافة في السرعة سرعة المسير هي الكذافة في المسافة البينية بين العربات المسافة البينية بين العربات تساوي ألف على الكي الذي هي عبارة عن الكذافة أو هي عبارة عن متوسط السرعة في الزمن البيني وفيما يلي أعزائي الطلاب توضيح لهذه العلاقات بالمخططات التفصيلية والمعادلات أولا العلاقة بين السرعة والسريان نلاحظ في المخطط الموجود على الشاشة في المحور X يوضح لدي الفلو الذي يوضح معدل السريان فاكل بر أور وعلى المحور Y السبيد والذي يمثل الكيلو متر بر أور تكون العلاقة عند عملية ازدياد عند عملية عندما تكون سريان المرور خلال الطريق منخفضة جدا كما هو ملاحظ تكون سرعة العربات في أعلى سرعة قريبة من السرعة التصميمية وقد تكون أكبر من السرعة التصميمية ثم يؤدي ذلك بعد عملية ازدياد لما يسمى بمعدل السريان خلال مقضع من الطريق يؤدي ذلك إلى انخفاض في السرعة بالنسبة لسرعة الطريق إلى أن تصل إلى أن تصل سرعة العربات إلى القيمة المتوسطة عند أكثر سريان خلال مقضع الطريق ثم بعد ذلك عند عملية تزايد السريان يحدث تأثير عكسي على سرعة العربات ويأتي إلى عمليا انخفاضها وتوضح لدينا المعادلة التالية حساب معادلة السريان أو حساب معادلة السريان بالنسبة للحجم المروري الذي يساوي Q يساوي D الذي هو عبر عن رمز للكذافة في الفي ناكسة الفي تربيع على VF والتي تمثل السرعة النهائية أو السرعة العليا للعربات عندما يكون السريان منخفض ثانيا العلاقة بين السرعة والكثافة كما نلاحظ في المعادلة وفي الشكل التمثيلي على المحور X الكثافة وعلى المحور Y السرعة فكلما كانت الكثافة منخفضة كلما كانت السرعة مرتفعة وبالتالي عند ازدياد الكثافات يؤدي إلى انخفاض في سرعة العربات حتى تكترب الكثافة هذه من الكثافة الحرجة المحتدة سابقا والتي تكترب من سعة الطريق بالنسبة للمرور التصميمي الى ان تصل السرعة الى الصفر في حالة الاختناق والشلل التام للطريق ويتم حساب السرعة باستدلال الكثافة بالمعادلة الموضحة الفيتسا والفي اف في واحدة ناقص ندي على الدي جي حيث ان نديها الكثافة والدي جي هي عبارة عن الكثافة الحرجة ايضا العلاقة بين السريان والكثافة كما هو موضح في الشكل حيث انه توجد لدينا على المحور اكس هي عبارة عن الدي نسيتي الكثافة والفلو على المحور واي فكلما كانت الكثافة منخفضة كلما كان السريان في ارتفاع وبالتالي كلما ادى ذلك الى عملية حدوث تناسب ضرد ما بين الكثافة والسريان ازدياد في الكثافة يؤدي الى ازدياد في معدل السريان حتى نصل الى الكثافة المتوسطة ويحصل بعدها عمليا ازدياد مستمر في الكثافة ولكن انخفاض تدريجي في معدل السريان يؤدي الى وصول الى كثافة ما تسمى بالكثافة الحارجة ووصول السريان الى السريان الصفري بمعنى انقضاء حركة المرور نتيجة لحدوث اختناق وشلل في الطريق وتحسب الكثافة او معدل السريان بدلات الكثافة الى مضروبة في الان حيث الان هي عبارة عن عدد العربات الموجودة في طول مقدار واحد كيلو متر انواع الساعات في تصميم الطرق توجد اربعة انواع رئيسية لساعة الطريق هي على النحو التالي الساعة المثالية الساعة العملية الساعة الممكنة والساعة التصميمية ولتعم الفائدة العلمية اعزائي الطلاب سوف نقوم بشرح جميع هذه الانواع بشكل مفصل على النحو التالي فيورتيكا الكاباسيتي الساعة المثالية هي اكسر عدد من العربات التي يمكن مرورها من مقضع معين من الطريق في زمن معين قدره ساعة ولكن تحت الظروف المثالية للطريق هو نستعريف الحجم المروري خلال مقضع في زمن معين ولكن لابد ان تكون الظروف التي سممت خلال هذا المسار او الطريق ظروف مثالية من حيث التصميم الانشائي والتصميم الهندسي وعلى النحو التالي اولا يجب ان لا يقل عرض الحارة عن 3.75 متر السرعة يجب ان لا تقل عن 1 او عن 100 كيلو متر في الساعة مقضع الطريق لابد ان يكون افقي بمعنى ان القريد يساوي صفر والعربات المتحركة على الطريق هي عربة باسنجر كار عربة ركاب ايضا مسافة الرؤية المتبادلة بين السيارات المتعاكسة لا تقل عن 450 متر لا توجد اي اعاقة على الطريق هذه عبارة عن مجموعة من الظروف المثالية للطريق والتي يجب ان تتوفر حتى نحصل على الساعة المثالية ثانيا الساعة العملية practical capacity وهي اكسى عدد من العربات التي يمكن ان تمر بنقدة معينة من الطريق خلال ساعة واحدة ولكن تحت الظروف الفعلية لحالة الطريق وذلك لحدود تأخيرات غير مقبولة الظروف الفعلية لحالة الطريق هي غير الظروف المثالية التي تم شرحها سابقا حيث قد يسكد احد الشروط المثالية مثلا عرض الحارة الواحدة لا يكون 3.75 متر وبالتالي هذه عبارة عن الظروف الطبيعية الموجودة عليها الطريق وبالتالي الساعة المحسوبة هنا تسمى بالساعة العملية possible capacity الساعة الممكنة او المحتملة وهي تعادل عدد السيارات في ساعات الذروة التي تمر خلال مقضع معين من الطريق خلال زمن مقدار وساعة في ظروف السير الموجودة ونقصد بظروف السير المتواجدة في ساعات الذروة سواء كان هناك اختناقات او ازدحمات مرورية او ان الحركات تكون سلسة وهذه الساعة المحسوبة هنا تكون هي الساعة الممكنة design capacity الساعة التصميمية وهي الساعة التي تأخذ في الاعتبار عند تصميم القضاع العرضي للطريق لاستيعاب الحجم المروري المتوقع وهي في العادة تساوي او تكون اقل بقليل من الساعة العملية اذا الساعة التصميمية تعتمد على القضاع العرضي وبالتالي يحدد الساعة التصميمية التي يمكن ان تشغله كل حارة من حارات الطريق وبالتالي تكون قريبة من الساعة العملية اي الظروف الموجود عليها الطريق هذه هي عبارة عن اربعة انواع من الساعات التي يتم استخدامها في عملية تصميم الطرقات وايضا في عملية تقييم وتحليل المشاكل الموجودة على مسار الطريق ونلاحظ في الجدول التالي بانه تم عمليا تحديد قيمة الساعة للطريق الواحد بحسب الساعة التصميمية او الساعة الثيوريتيكل النظرية وبالنسبة للطرق الحضرية او للطرق الخلوية ففي حالة التولين للطرق الحضرية يتم تصميم الساعة التصميمية للطريق على حجم روري مقداره 1500 باسنجر كار بير اورف التولين وعما بالنسبة للساعة النظرية الاساسية فانها يتم تصميمها على 2000 باسنجر كار بير اورف التولين وهكذا في بقية الخانات المحددة في الجدول الموضح في الشاشة ثانيا مفهوم مستوى الخدمة تعريف مستوى الخدمة يمكن تعريف مستوى الخدمة بانه عبارة عن مقياس نوعي وليس ملموس هو عبارة عن مقياس نوعي يعكسه مستخدمي الطريق حيث يصف حالة تشغيل الطريق عند حجم روري معين ويعبر عنه اما بسرعة تشغيلية للطرق الخلوية او السرعة الكلية بالنسبة للطرق الحضرية كما نلاحظ في الصورة الموضحة انه توجد لدينا مستوى خدمة عالي من تصميم الطريق النموذجي حيث يحتوي معنا على عدد يقدر بست حارات في المسار الواحد وبالتالي هذا يعطي الى رفع من ساعة الطريق وبالتالي مستوى الخدمة تكون مرتفعة ايضا وجود الحواجز الجانبية والنشادات المرورية وجود ايضا جسر المشاه كل هذه تعبر عن مستوى الخدمة العالي التي تمثلها الصورة التي على الشاشة العوامل التي تؤثر على مستوى الخدمة هناك عوامل كثيرة تؤثر بشكل مباشر وبشكل غير مباشر على مستوى الخدمة في الطريق ونذكر منها ما يلي السرعة ومدة الرحلة كثير من السائقين يعكس مستوى الخدمة للطريق على مستوى السرعة التي يسير بها فكلما كانت السرعة التي يسير بها سرعة مفتوحة وبسرعات عالية وقطعه للرحلة في فترة زمنية قصيرة فانه سوف يعبر بأريحية عن مستوى خدمة عالي بالنسبة للطريق ايضا تكاليف التشغيل للطريق وهي عبارة عن ما يعبر عنه بالتصميم الهندسي للطريق من عدد حارات اتساعها وغيرها من المواصفات الهندسية للتصميم التوقفات والقيود المرورية وهي عبارة عن موجود على سبيل المثال ارشادات معلامات مرورية يجب التوقف يجب تقليل السرعة تقاطعات معينة اشارات مرور شرضي مرور يقوم بعملية ايقاف العربات او تغيير اتجاهها كل هذه تعكس سلبا على تأثير مستوى الخدمة ايضا حرية السفر بالسرعة المطلوبة كما تم ذكره في السابق بان السرعة هي عبارة عن دليل على مستوى الخدمة عند اكثر السائقين ايضا راحة السائق وهي من خلال عملية تحركه في مسار الطريق بصورة امنة وسليمة وبحيث ان مستوى الخدمة في الجانب الهندسي للتصميم الطريق يعتبر عالي وبالتالي سوف يكون السائق في حالة ريحية من استخدام هذا الطريق ويعبر عن مستوى الخدمة بانها عالية مشغولية الطريق او مشغولية المرور الترافك اوبريشن يقصد بمشغولية الطريق بانها عدد وحدات السير التي تمر خلال نقضة معينة على الطريق خلال فترة زمنية محددة اي الحجم المروري الفعلي الذي يمر خلال مقضع او تقاضع معين وتعتبر المشغولية بالاضافة الى سرعة السير وكمية وايضا تركيب المرور نوعية العربات مقياس لحالة تصميم الطريق من الناحية الهندسية والشكل التالي يوضح لدينا علاقة الزمن مع مشغولية الطريق لعدة انواع من تصاميم الطريق وبالتالي فان مشغولية الطريق تتناسب مع الزمن فكلما كان الزمن قليل لقضع الرحلة كلما كانت مشغولية الطريق قليلة وكلما كان الزمن ضويل عملية قضع الرحلة كلما كانت مشغولية الطريق عالية ولتوضيح هذه الاعتبارات التصميمية بحسب المنحنيات الموضحة في الشكل نلاحظ المخطط التالي المخطط التالي عزيزي الطالب يوضح علاقة على المحور X بنسبة المشغولية للطريق ومع المحور Y علاقة مع سرعة انسياب المرور فعندما تكون بشكل عام فعندما تكون نسبة مشغولية الطريق منخفضة تكون سرعة الانسياب عالية وعندما تزداد مشغولية الطريق يحصل عمليا تناقص في سرعة سريان المرور وتم عمليا تكسيم هذا المخطط الى ستة مناطق تصميمية يتم اللجوء اليها عند عملية تصميم طريق جديد او تقييم طريق قائم ولتعم الفائدة العلمية سوف يتم شرح هذه المناطق الستة بصورة مفصلة على النحو التالي اولا المنطقة اه ويدل على ان تصميم الطريق في المنطقة اه غير اقتصادي ومبالغ في ابعاد الطريق وهذا ينعكس نتيجة لان المنطقة اه واقعة في طور مشغولية الطريق المنخفضة وبالتالي سرعات عالية كما نلاحظ في الصورة ان الطريق مصمم بتصاميم اه هندسية قريبة الى الحالة المثالية للتصميم الهندسي للطريق ولكن المرور اه قليل جدا وبالتالي هذا غير اقتصادي حيث ان الام على السي تكون اقل من بوينت اربعة بمعنى ان النسبة المشغولية بالنسبة لسعد الطريق تكون اقل من اربعة وعندها يكون السريان هنا مواصفات حر حجم كثافة المرور منخفضة ايضا وايضا اسرعات عالية ومفتوحة المنطقة بي التصميم يمكن اعتباره كافي لضمان سريان جيد للمرور نلاحظ من الصورة انه بدأ في هذا الطريق وصول عدد من العربات وبالتالي بدأت مشغولية الطريق في التزايد وبالتالي سوف تؤثر سلبا على سرعة سريان المرور ولكن بنسبة بسيطة وهنا يكون علاقة مشغولية الطريق المحصورة ما بين بوينت اربعة الى بوينت ستة وبالتالي يتميز المرور في هذه المنطقة بالآتي واحد انسياب مستقر اثنين سرعات عالية ثلاثة احتمال وقوع بعض التأخيرات القليلة جدا واربعة يتناسب مع تخطيط الطرق السريعة بين المدن بالنسبة لهذه المنطقة اي يتم استخدام هذه المنطقة في تصميم الطرق الشريانية الرابطة بين المدن ثالثا المنطقة C والتصميم لا يحقق مستوى ثابت من السريان وانما مستوى متقطع ولكن مستوى جيد يعتبر حيث ان كمية تركيب المرور تختلف من وقت الى اخر كما نلاحظ في الصورة التي توضح انه يوجد اختلاف في نوعية العربات ما بين شاحنات وباسينجر كار وغيرها من العربات وبالتالي يؤدي الى حدوث سريان غير مستقر مواسفات هذه المنطقة ان المشغولية بالنسبة للطريق تكون محصولة ما بين بوينت ستة الى بوينت ثمانية ومواسفات المرور في هذه المنطقة هي انسياب مستقر سرعات عالية ولكن نسبيا تأخيرات قليلة مناسبة لعملية تخطيط الشوارع الرئيسية داخل المدن المنطقة الرابعة او المنطقة D التصميم في هذه الحالة لا يفي بمتضلبات المرور في ظروف خاصة اي عندما يحدث الازدحام المروري نلاحظ في الصورة عزيزي الطلاب انه بدأت العربات في عملية الوصول الى نسبة تشغيلية اه تكترب من النسبة التشغيلية التصميمية بالنسبة لا تقل عن ستين في المية الى تسعين في المية وبالتالي تؤدي الى حدوث بعض المشاكل علاقة مشغولية الطريق مع ساعة الطريق تكترب من بوينت ثمانية الى بوينت تسعة في المية بالنسبة من مشغولية الطريق وبالتالي يكون مواصفات المرور في هذه المنطقة عند استخدامها في عملية التصميم سينتج عندنا مرور بالمواصفات التالية انسياب يكترب من عدم الاستقرار سرعات متوسطة يتناسب تخطيط هذا المنطقة بالنسبة للشوارع والطرقات المتواجدة في المناطق الجبلية ايضا احتمالية وجود بل بالاكيد وجود تأخيرات تصل الى مرحلة الازدحام المروري وبالتالي تؤثر على نسبة السريان المنطقة اي التصميم في هذا الحالة لا يفي بمتضلبات المرور في ظروف خاصة اي عند حصول اختناق كان في المنحنة دي حصول ازدحام وهنا حصول اختناق مروري وبالتالي يكون علاقة مشغولية الطريق الام على ساعة الطريق هي في حدود من بوينت تسعة الى واحد وبالتالي يتميز المرور في هذه المنطقة بالآتي انسياب غير مستقل سرعة منخفضة احتمال حدوث اختناقات مرورية بمعنى توقفات في المنطقة وبالتالي سريان قليل جدا اخيرا المنطقة اف والتصميم في هذه الحالة لا يفي ايضا بمتضلبات المرور في ظروف معينة بل يحدث ما يسمى بالشلل التام للطريق وتكون علاقة مشغولية الطريق كما نلاحظ في الصورة بانه وصول مشغولية الطريق الى فوق ساعة الطريق وبالتالي تكون علاقة مشغولية الطريق بالنسبة لساعة الطريق اكبر من الواحد وبالتالي يتصف السريان المتواجد في هذه المنطقة بأنه انسياب مضطرب سرعات منخفضة جدا تأخيرات عالية احتمال حدوث شلل للطريق هذه عبارة عن ستة منحنيات خاصة بعملية تصميم وتقييم الطرقات بالمقارنة مشغولية الطريق بساعة الطريق بسرعة انسياب المرور خلال هذه الطرقات عزيزي الطالب في نهاية هذا اللقاء سوف نسرة ملخص عام لمحتوية اللقاء حتى يتم ترسيخ المعلومات وتعم الفائدة العلمية من خلال الشرح السابق نكون قد تدرقنا إلى توضيح مفصل لمفهوم ساعة الطريق والعوامل المؤثرة عليها كالعوامل الثابتة والعوامل المتغيرة أيضا تعريف معتل سريان المرور وشرح كثافة المرور والتمييز بين الكثافة بالنسبة للمرور والكثافة الحرجة للمرور وشرح علاقاتها التي تمثلت في ثلاث علاقات ما بين السرعة والكثافة الإعلاج الأولى والسرعة والسريان الإعلاج الثانية والسرعة والكثافة الإعلاج الثالثة وتم توضيحها بأشكال توضيحية ومعادلات حسابية أيضا ذكر أنواع الساعات الداخلة في تصميم الطرق من الناحية الهندسية وهي عبارة عن ساعات متعددة تم اختصارها في أربعة أنواع هي الساعة المثالية والساعة العملية والساعة الممكنة والساعة التصميمية أيضا تم تعريف مستوى الخدمة في الطريق وتم التعرف أنه عبارة عن دليل نوعي لمستوى خدمة الطريق ينعكس من ساعة الطريق وهنا وشرح عوامل عدة العملية التأثير على مستوى الخدمة كسرعة العربات على سبيل المثال والتدفق وأيضا السلوكيات التي تحدث داخل الطريق وأخيرا تم شرح مشغولية الطريق وتوضيح العلاقة الأساسية بين نسبة مشغولية الطريق وسرعة سريان المرور وتم تكسيمها إلى ست مناطق يتم الاعتماد عليها أثناء عملية التصميم ولكن هنا يجب أن ننوه بأن المنطقة B والمنطقة C هي الأفضل في عملية التصميم من الناحية الهندسية والإنشائية ومن الناحية الاقتصادية أيضا كما تم شرح ذلك سابقا عزيزية الطالب يوجد مرفق خاص بأزيلة التقويم والتكاليف التي يجب أن تقوم بها حتى يتم ترسيخ المعلومات التي ذكرت في هذا اللقاء وتعم الفائدة العلمية يجب تسليم ما تم ذكره في المرفق خلال أسبوع من تاريخ هذا اللقاء على الإيميل الموضح في الشاشة وإلى لقاء قادم بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته